اتفاق مارمخاي اللي يهتز بفعل لا قرار المجلس الدستوري فما مصير العلاقة بين التيار والحزب؟ حل موقت يؤجل أزمة الرغيف ولكن ماذا عن فضيحة تهريب الطحين إلى سوريا؟ عيدية مصرف لبنان إلى العسكريين 300 ألف ليرة ومشاهد الفوضى تتنقل بين المصارف أهلا بكم إلى نشرة أخبار صوت بيروت أنتر ناشر نال مرة جديدة شكرا لأهالي عين الرماني فالدعوة التي تقدم بها باسمهم المحام إلي محفوظ وعدد من المحامين الآخرين ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أكثر من مهمة ولها أكثر من دلالة فقبل أهالي عين الرماني الذين تقدموا بالدعوة اعتاد نصر الله أن يضرب ضربته وأن يمارس قوته على اللبنانيين من دون أن يخشى لا دعوة ولا شكوى لكن بعد اليوم الوضع أضحى مختلفا فاللبنانيون تعبوا من السكوت من الخضوع من الانصيع تعبوا من الإصبع المرفوع دائما من حسن نصر الله في وجههم وقرروا أن يرفعهم إصبع العدالة في وجهه فهل يتجرأ القضاء ويتحرك ضد الأمين العام لحزب الله كما يجب أم أن سطوة السلاح ستكون أقوى من سطوة الحق والعدالة والحقيقة والأهم هل تنفذ قوى الأمن الداخلي ما يطلبه منها القضاء أم تتلكأ كما تلكأت في موضوع علي حسن خليل بحجة أن السلم الأهلي يفترض ذلك مهما يكن ما حصل ليس عاديا ويثبت مرة جديدة أن اللبنانيين تخطوا حاجز الخوف من حزب الله ومن سلاحه ومن استعراض القوة الذي يمارسه بمناسبة وبلا مناسبة إنهم أجرأ من دولتهم ومن مسؤوليهم الذين لا يقومون بأي شيء للحد من سطوة حزب الله ومن تحكمه بالقرار في لبنان الناس على دين ملوكهم أو حكامهم هكذا يقول المثل فيليت المثل ينقلب هنا فيصبح الحكام في لبنان على دين الناس ويمتلكون الجرأة اللازمة للوقوف في وجه قائم مقام الولي الفقيه في لبنان وفي وجه حزبه الذي لا يؤمن إلا بالقوة والسلاح والبداية من هذه القضية تحديدا فقد تقدم عدد من المحامين اليوم بوكلتهم عن أهالي عين الرماني بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وكل من يظهره التحقيق على خلفية أحداث الطيونة وللمزيد ينضم إلينا رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظة استاذ إلي أهلا وسهلا بك أستاذ خير يعطيك العافية ماذا في تفاصيل هذه الدعوة ماذا تتضمن وعن توقيته وأهدافه سبق لقلنا وحضرتك كنت متابع من بعد غزوة عين الرماني تقدمنا بشكوى أمام النيابة العامة التميزية لبيروت لكن بهذاك الوقت تم حفظ هذه الشكوى مبارح أو بالأحرى من يومين من نهار التنائم بالتحديد فوجئنا بأنه مجموعة من الموالين لحزب الله تقدموا بشكوى جزائية ضد دكتور سمير جعجع حزب القوات اللبنانية والموقفين من أهالي عين الرماني واللي تم إطلاق صراحهم أمام النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان بشخص القاضي غدا عون الرئيسي عون إبلة الشكوى تسجلت بحسب الأصول وحولتها أمام فرع التحقيق بأمن الدولة هذا الأمر حفزنا مجموعة المحامين وفريق المحامين وأنا أنه نقدم هذه الشكوى الموثقة بالصور بالمستندات بالتسجيلات الصوتية بالفيديو بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي أعد تقريره بناء على مسح ميداني نتيجة الأضرار التي حصلت على عين الرماني قصدنا اليوم هذا اللي بدي يقوله قصدنا اليوم النيابة العامة الاستئنافية الرئيسي عون لم تكن موجودة بمكتبة علمنا بأنه يجب أن تحضر قصدنا أحد المحامين العامين يعني المساعدين عقدنا معه اجتماع لكن بيقول أنه هكذا نوع من الشكاوى أنا ما بقدر بتفيا اللي بيتفيا هو الرئيسي غدا عون سألنا هل ستحضر قال من المفترض أن تحضر ماكسنا فترة لكن تركنا بعبدة بعرف من بعد أنه ببلغوني بعض المحامين بأنه وصلت الرئيسي عون توصلت مع الكاتب هونيك أتخلى الشكوى إلى مكتبة حتى اللحظة طبعا أنا ما كان عندي بعض جواب أبلغت بأنه هي تقوم بدراسة الشكوى وبتفحص المستندات المبرزة فيها لكن باعتقد بأنه ستقبل الشكوى وباعتقد أكتر أنه ستحيل هذه الشكوى إلى مرجع التحقيق المختصة أنه ما بتقدر تقبل شكوى من حزب الله ما تقبل شكوى من أهالي عين الربناني هذا بالقانون كيف يمكن ترجمة هذه الشكوى؟ يعني أين بدأت تروح؟ بعدين شو بيصير فيها؟ أكتر سألوني اليوم وأنا قلت أمام الرأي العام اللبناني أنه تفاجأ أنه حسن نصر الله رح أرجع أقول حسن نصر الله حسن نصر الله مواطن لبناني يعني يجب أن يكون تحت سقف القانون على حقوق وإله وجبات على وجبات وإله حقوق مثل أي مواطن آخر يخالف القانون عندما يرتكب يجب أن يعاقب هلأ سألت كمان اليوم من أحد الأشخاص أنه مركز عنوانه ومش مهم مش مهم وين هو متوارئ أو وين هو موجود الأهم أنه القانون وصول المحاكمات الجزائية في لبنان ضمن لنا طريقة نقدر نسلكها من خلال إبلاغه استثنائيا وهذا تبليغ يمكن التوصل إليه هلأ في حال أبلغ ولم يحضر قدرأ الأجهزة المختصة أنه القضائية تصدر مذكر التوقيف غيابية حتى حين صدور حكم غيابي بحقه طبعا أنا ما عم بستبق الأمور لكن في حال كان متورط وثبت هذا التورط بده يصدر حكم غيابي بحقه مثل أي مواطن آخر يرتكب يعني منه أحسن من غيره يعني إذا سلمان سري الدين يرتكب جريمي سمح الله أو إليه محفوظ أنا وياك نخضع للقانون وإذا كنا فعلا مدنين بتحكمنا المحاكم المختصة أكيد في هذا الإطار ولكن موضوع عن الرماني بعد هناك في موقفين في هذه القضية وين صار التحية نعم في بعض الموقفين كان آخر شيء كان في أربعة كان من المفترض اتنين يخلع سبيلهم خلال الأيام الماضية لكن ذات الأسلوب اللي عم يتبع مع القاضي بيطار بالقاون الأخيرة كان عم يتبع مع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية فادي صوان نعم وكيف سأبت أنه فادي صوان كان محقق عدلة بانفجار مرفق بيروت والقاضي بيطار اليوم هو المحقق العدلة عم يتبعوا ذات الأسلوب بكف اليد وبالرد وبتعرف الأصول اللي عم نسمعها صارت مثل أسطواني يعني عم تتكرر كل يوم بعد يوم المؤسف أستاذ سلمان أنه أهالي عين رماني يلي دفعوا عن حالهم موجودين بالسجون وهالمشاهد اللي شفناها كلنا سواء رأي العام اللبناني وكل دول العالم يلي حاملين أرتال من الأسلحة وعم يطلقوا النار وعم بيروعوا الأهالي يسرحون ويمرحون للأسف نحن في جمهورية حزب الله نعم رئيس حركة التغيير المحامي لمحفوظ شكرا جزيلا لك على هذا المداخل وميلاد مجيد التوتر الحاصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله نتج عن تراكمات سببتها جملة من الملافات الحساسة فإلى أين تتجه هذه العلاقة ما تم خيل هكذا نعى ناشطو التيار الوطني الحر التحالف مع حزب الله بعد الخيبة الكبيرة التي تعرض لها الأخير من حليفه خاصة بعد صدور لقرار المجلس الدستوري معتبنين أن ما حصل تم بقرار سياسي واضح باتفاق ربعي جديد في مواجهة رئيس الجمهورية وكأنهم بذلك يتهمون حلفائهم قبل غيرهم بالانقلاب على عون وفي عهده مهددين بتداعيات سياسية في مطلع السنة الجديدة على مستوى العلاقة وعلى مستوى الحكومة إذا أكل ذلك تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصير تفاهم مارم خايل الشهير بين حزب الله والطيار الوطني الحر هي العلاقة بأساسها قامت على أسس غير سليمة هي علاقة سياسية مصلحية ودايماً العلاقات المصلحية السياسية الانتخابية عندما تتبدل ظروفها تتبدل طبيعتها وأسسها وقصل لهم هل اليوم هل في فك ارتباط أنا برأيي لا في مواجهة صغيرة في إعادة رسم للخطوط لتفاهم مارم خايل اللي تفاهم هذه السنة يعملوا إعادة النظر فيه ولكن ما قدروا يعملوا هذه الإعادة النظر حزب الله ما بيقدر يتخلى عن هذا الغطاء المسيحي ما بيقدر حداً تاني أمله إياه إلى القوات اللبنانية وخيار تحالفه مع القوات اللبنانية هو شغل كثير معقدة لن تحصل بالمدى المنظور اليوم يعتبر الطيار أن تحالف مارم خايل مع حزب الله يسقط عند مصلحة الأخير مع الرئيس نبيه بره ويصبح حبراً على ورق وبلا قيمة عندما تكون مصلحة الثنائي في خطر وهذا ما عبر عنه صراحة رئيس الجمهورية ميشيل عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في بعبدة معتبراً أن ما جاء على لسانه فيما يتعلق بحضور جلسة مجلس الوزراء المقصود بهم وزراء حزب الله تحديداً وأن لا مبرر لعدم انعقاد الحكومة حقيقة المجلس الأعلى الذي كان يجتمع بفترة انتظار تأليف الحكومة ليمشي بعض الأمور سيكون أكيد هلأ يجتمع إضافة للليجان الوزرية أو الاجتماعات الوزرية التي يعملها الرئيس نجيب ميقاتي بسترايا هي لسد هذا الفراغ فهذا يعبي جزء من الفراغ ولازم ينعمل أو تتفضل للحكومة وترجع تجتمع ألافت للانتباه في كل هذا أنه حتى الآن هناك تجنب من حركة أمل وحزب الله الرد العلني والمباشر على تصريحات الطيار العوني فهل تسقط الاتفاقية ليسقط معها الغطاء المسيحي لحزب الله؟ والآن إلى الفقرة السياسية مع الزميلة دونيز رحمي فخري كيفك دونيز؟ حادث عادي مع اليونيفل أم له أبعاد؟ تبيني؟ طبعا هي رسالة بعدة اتجاهات مرة جديدة وفي بلدة شقر الجنوبية بالذات ووفق السيناريو نفسه منعت القوة الدولية العاملة في الجنوب من القيام بعملها اعترض الأهالي بين هليلين دورية لليونيفل كانت تسعى لالتقاط صور لبعض المواقع في القرية التي تعود ربما إلى حزب الله وقاموا بتكسير آلياتها صحيح أن الحادثة في هذه البلدة الواقعة ضمن نطاق القرار 1701 ليست جديدة من نوعها وهي سبق وتكررت أكثر من مرة وفي بلدات مختلفة إلا أن الجديد هو الكلام العالي النبرة الذي صدر عن نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفل التي اعتبرت أن ما حصل هو خرق لاتفاقية وضع القوات التي وقعها لبنان ووصفت الحادثة بالخطيرة جدا ودعت السلطات اللبنانية إلى التحقيق في الحادث وتقديم المرتكبين إلى العدالة قيادة الجيش رفضت التعليق على ما حصل وأكدت مصادر لأس بي آي أن التواصل قائم مع اليونيفل لمعالجة ما حصل مع علم قيادة الجيش المسبق بدقة الموضوع وحرجته لسيما أنه سيكون على الجيش المطلوب منه إجراء تحقيقات جدية الاختيار بين مسايرة حزب الله أو تفادي تداعيات هذه المسألة في مجلس الأمن وبالتالي مع المجتمع الدولي ما حصل في بلدة شقرة لا يمكن إلا تفسيره بأنه رسالة جوابية ردا على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة من مقر قيادة اليونيفل في الجنوب فقوتي راشي الذي سمع من قائد القوات الدولية شكاوى عن إعاقة عمل القوات الدولية طالب بأن تتمتع اليونيفل بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو المطلوب بموجب القرار ألف سبعمائة واحد وقد كشفت مصادر ديبلوماسية أنا جوتي راشي يعمل جديا على تعديل قواعد الاشتباك وتوسيع مهام القوات الدولية لجهة إعطائها حرية التحرك من دون التنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لأن التنسيق مع الجيش لسيما مخابرات الجيش في منطقة جنوب الليطاني لا يسهل عملها حادثة بلدة الشقرة قرأها كثيرون أيضا بالرسالة الموجهة من حزب الله للقول أنا الآمر الناهي الوحيد في هذه المنطقة والملفت أن هذه الحادثة أتت بعد أسابيع قليلة على كلام رئيس الجمهورية الذي جزم فيه بأن حزب الله يلتزم بتنفيذ كل شيء مطلوب منه وبأنه لم يتجاوز بنود القرار ألف سبعمائة واحد شكرا دينيزي أعطيك العافية صحيح أن مصرف لبنان نجح في إرجاء أزمة الرغيف التي كانت تنتظرنا ولكن ماذا عن فضيحة استمرار تهريب الطحين إلى سوريا أزمة رغيف كادت تطيح بالأخلر واليابس لو لا تدارك الوضع في اللحظات الأخيرة فمصرف لبنان تأخر في فتح الاعتمادات اللازمة بالدولار لتجار القمح والكميات المستوردة تنتظر في المياه الإقليمية اللبنانية ومراجعات التجار لدى المركزي والمصارف للدفع وتأمين الدولارات لم تصل إلى أي نتيجة وفي المعلومات أن المطاحن تعاني شحا كبيرا بالقمح وبعضها توقف عن إنتاج الطحين المخصص لصناعة الخبز منذ يومين ويعمل البعض الآخر بطاقة إنتاجية مخفضة حتى إن البعض نفد منه المخزون المدعوم نهائيا وعلى خط الأفران يشكو عدد كبير من أصحابها من انخفاض كميات الطحين التي تصل إلى المطاحن المخصصة للخبز العربي بسبب عدم وجود القمح المدعوم في هذه المطاحن وفي المعلومات أن تدخلات على أرفع المستويات حصلت أدت في نهاية المطاف إلى موافقة مصرف لبنان على فواتير استيراد القمح بعد جهود قامت بها أيضا وزارة الاقتصاد والتي أدت إلى صرف كل فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن التي كانت تنتظر تقييم كميات القمح المدعوم والارتفاع الملحوظ في أسعاره العالمية ولكن ما بدى مريبا أن أزمة الطحين في لبنان ترافقت مع أزمة الطحين أيضا في سوريا ما يضع أكثر من علامة استفهام حول استمرار عمليات التهريب للطحين عبر المعابر غير الشرعية وتؤكد الأرقام أن حجم الطحين المدعوم الذي تم استيراده في الأشهر الماضية نسبة إلى حجم الاستهلاك المحلي يكفي لبنان حتى أواخر الشهر الأول من عام 2022 فأين ذهبت هذه الكميات وهل تم تهريبها إلى سوريا الجواب نعم واللبنانيون يدفعون مجددا ثمن الفلتان الحدودي وعصابات الطحين العاملة على خط بيروت الشام في المحصلة بذل منظومة الفساد والتهريب المعادلة هي إما رفع الدعم فيصبح سعر ربطة الخبز 30 ألف ليرة أو استمرار الدعم والتهريب فأي معادلة ستنتصر مع بداية العام 2022؟ والآن إلى الفقرة الاقتصادية مع الزميلة رانا سعرتي يعطيك العافية رانا بصر خير سنوان يوم جديد من الفوضى بكرة بعد بكرة قدام المصارف أو للتنال يعني عم بتم إذلال المضيعين فضلي أثار تعميم مصرف لبنان 161 الذي مدد العمل بموجبه اليوم لغاية 31 كانون الثاني 2022 حالة من الفوضى العارمة داخل المصارف حيث سمح للعسكريين كافة بسحب رواتبهم الشهرية من داخل المصرف وليس عبر أجهزة الصراف الألي على سعر صرف منصة صيرفة بالدولار نقدا على أن يتم صرف قيمة هذا المبلغ على سعر الصرف في السوق الموازية أي في النتيجة إذا كان الراتب الشهري للعسكري يبلغ مليون ونصف مليون ليرة سيتمكن من سحبه بالدولار نقدا ليساوي حوالي 86 دولارا ويعود لصرفه في السوق السوداء فيصبح مليون و840 ألف ليرة وبالتالي جند مصرف لبنان الجهاز العسكري اليوم بكامله لشهد 300 ألف ليرة علما أن المصارف طبقت هذا القرار باستنسبية حيث امتنع بعضها عن تسديد الرواتب بالدولار إذا لم يكن هناك حسابات باللولار أو إذا كان العسكريون قد صحبوا رواتبهم أوائل الشهر الحالي مما فاقم الأزمة وأدى لاندلاع مشاكل داخل المصارف للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي أستاذ أنتوان فرح ينضم إلينا عبر زوم أستاذ فرح مساء الخير مساء النور يا هلا يعني شفنا اليوم حالة هرج ومرج في المصارف ومشاكل وتدفع وتضارب من أجل سحب رواتب العسكريين علما أنه قرار مصرف لبنان أفاد العسكريين بحوالي 300 ألف ليرة يعني حوالي 10 دولارات كزيادة على رواتبهم لماذا برأيك أقدم مصرف لبنان على إصدار هذا التعميم لفترة محدودة وما هي إيجابيته يعني بالحقيقة أولا إذا عم نحكي عن التعميم 161 مختلف عن موضوع أنك تقبض الرواتب بالفراش دولار على سعر سيرفا بالحقيقة هذا بديل على عشوائية القرارات يعني هذا ضغط الأزمة أنا بأعتقد أحيان بيؤدي إلى هذه العشوائية ولاحظنا اليوم أن الأطراف الثلاثة المعنيين بهذا الموضوع كانوا متضررين يعني الموظف للي حاول يسحب راتبه شعر بالإزلال وذكرنا بطوابير الزل بالمحروقات الموظف بالمصرف شعر كمان بالإهانة لأنه ما عم يقدر يقوم بوظيفته أكيد تفجرت بوجه موجات من غضب الموظفين اللي ما قدرين يأخذوا راتبهم وإدارات المصارف بأعتقد شعرت كمان بنوع من الإهانة والإزلال لأنه عايش دي عن تلبية يعني تعبت من درجات هذا القرارات وبالتالي هذا بديل على عشوائية هذه القرارات أنا بعتقد مثل ما قلت حضرتك الموضوع ما كان بيحرز كتير وللي بدي يأخذ مليونين بدي يزيد عليهم بحدود لأربعمائة ألف ومعرف نحن هالموظفين ما عم يأخذوا الدولارات لحتى يخبوهن عم يأخذوهن لحتى ينفقه وبالتالي حاولوهن على الليرة كان ممكن يعملوا زيادات بالليرة وسهلوها عبر الـ ATM يسحبوهن أطهل أكيد كان أهوى من هيك كتير بس هاي مثل ما قلت لك بالأول بتدل على مدى ضغط هالأزمة اللي عم تأدي للقرارات العشوائية من كبل كل الأطراف يعني هل هدف ضخ صيولة نقدية بالعملة الأجنبية بالسوق بس أنه عم يعطيها إذا بدك من خلال الموضيعين يعني مثل عصفورين بحجر واحد ضخ صيولة ونرض الموضيع إذا رجعنا على التعميم 161 هو هذا الهدف الوحيد يعني تخفيف الضغط على سعر الصرف تعرف يوصل إلى 27 وشوية دولار اعتبر مصرف لبنان أنه بهذه الفترة اللي حياخد إجراءات استثنائية وهي بالنتيجة على حساب الموضع أو على حساب حتى الدولارات اللي ممكن يستخدمون مصرف لبنان لأضايا تانية بأي نوع من أنواع الدعم اللي بعده موجودة وبالتالي منرجع للمحل ذاته وبس منخفف الضغط عن سعر الصرف لا حتى الليرة ما ترتفع تسفرح جمعية المصارف اليوم باجتماعة يعني ببينة أبدت انتعاد نوعا ما من أنه هالحلول الآنية يعني اللي عم تستنزف إذا بدك أموال الموضعين هل تعتبرها أنه هي غير راضية عن ما يقوم به مصرف لبنان هلأ يعني أولا هي بالنتيجة أولا أموال الموضعين هنه أموال المصارف الموجودة بمصرف لبنان اللي مسؤولة عنه أنا برأيي الدول اللبنانية يعني بالراجع على هذا الموضوع الدول اللبنانية هي مسؤولة عن هذا الموضوع بس هلأ هالإجراءات كلها اللي عم تتخذ أكيد المصارف مش راضية عنها مش فقط لأنه لأنه بتخفف أموال الموضعين أو بتضرب الموضعين لأنه عم تعمل ضغط على المصارف بمطاريح وعم بتصورها بموقع عم تحطها بموقع الشبهة وهي بغناء عن هذا الموضوع هي بتفضل أنه نسع الخطة الشاملة للي بتتحمل فيها الدولة مسؤوليتها بتسد جزء من هالفجة بمصرف لبنان لحتى المصارف تدفع لها الموضعين الخبير الاقتصادي أنتوان فرح شكرا لك على هذه المداخلة وميلاد مجيد شكرا تشهد مختلف المناطق اللبنانية من بينها العاصمة بيروت تراجعا ملحوظا في مستوى خدمة الإنترنت والاتصالات خلال أوقات متفرقة من اليوم بينما البلاد مهددة من قطاع الإنترنت ما لا يتم التوصل إلى حل حول كيفية تسديد المبالغ بالدولار لشركات الإنترنت في حين أن الحكومة أمام خيارين هما إما الاستمرار في دعم القطاع واستنزاف الاحتياطي من مصرف لبنان أو فقدان الخدمة وإما تسعير كلفة الخدمة على سعر الصرف الحقيقي للدولار في هذا الإطار أوضح مدير عام هيئة أجيرو عماد كريدي أنه يتم العمل على الإجراءات القانونية لشراء الوقود لصيانة وتشغيل الشبكة كي تمر فترة الأعياد على خير وستكون خدمة الإنترنت مؤمنة في كل المناطق أثناء فترة الأعياد والأيام التي تليها هذا كان كل شيء في الفقرة الاقتصادية عود لألك سلمان شكرا درانا يعطيك العافي في لبنان الميلاد ليس للمسيحيين فحسب فالجميع يتشارك فرحة العيد هنا لبنان بيتزين للعيد بيستسكر طفل بيت لحم الغافي تحت نجم مدواية بتضلك صوبه هو المولود بمزود أكبر من عرش بمغارة أوصع من أصر أيصر وببلدة أعظم من كون هنا لبنان 18 طايفة بإخراجات الأيد القابلة للتلف وطايفة واحدة بالنفوس الأزلية السرمدية الأبدية عيد الميلاد بيجمعنا كلنا مسلمين ومسيحيين بدائرة انتخابية واحدة لمقعد واحد هو مزود المغارة صوت بيروت انترناشنل زارت أحد منازل المسلمين اللبنانيين لتعرف منهم ليش بيزينوا للعيد صراحة هاي شجرة من زمان يعني من أيام أهلي عند أهلي كمان كنا دائما نحط شجرة وأول ما تجوزت كان أول طلب لألي يعني لجاوزة أنه بعيد الميلاد بدي أحط شجرة أول سنة كان شجرة صغيرة لما كان عند أولاد وقت الخلق ابني كبرنا الشجرة وبعدني لحط بحط شجرة كل سنة نجمي ولادة المسيح لنقول الضو الأحمر هو الدم اللي كان على الصليب الجرس اللي بدقوا في الكنيس لما بتعلن أي شي فرح أو عيد حتى الطابق إلى معنى يعني كل شيء له معنى بقلب الشجرة عرفت فاكر من هيك أنا بحب بحس إنه لما أحطت حتى بالبيت بحس إنه فيه فرح فيه سعادي لو فيه شوية انت بتعرف يعني شوية الوضع العام يعني إنه الإنسان مش كتير بس هي هايدي الشجرة سبحان الله ولما تضوي بتعطي فرح بالبيت إنه عن جد انتو حطين شجرة بالنسبة لديناتنا نحن إنه هاي شجرة بتعني للدين المسيحي يعني لها حطين شجرة دايما ودايما بقلهم إنه هاي شجرة لح تضلف نحط عنده بالبيتنا اللي أرادو مرح شي لها المحبة بتتويرس الأجيال والخير بتحمل الجينات اللبنانية أكيد بينسأل يعني بينسأل بس أنا بقلهم إنه هيدا مش لدين معين هيدا الشيء لازم العالم كله تعيد فيه يعني شيء حلو يعني حتى الناس اللي بتستغرب إلا إنه جربوا هيدا الشيء شيء كتير حلو وهيدا الشي بيجي بفرح سعادة للبيت سعادة للرفقة بالأخص لما رفقة الكتير كلاوس بيعيدوا سوا يعني مع السكرت سانتا مع كتير أساس فيها حلو يعني هنا لبنان بيورد المسيح فيه مع كل روعة فجر جديد وعلى لبنان السلام وبالناس المسرة بعيد الميلاد المجيد نتمنى أنه يرجع لبنان حلو متل بيت لحم بلا هيرودوا سالي حكمنا ميري كريسماس ميري كريسماس and a happy new year والخبر الأخير أيضا من وحي عيد الميلاد حيث أدى سانتا كلوز عرضا ميلاديا داخل حوض للأسماك في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أطعم خلاله أنواع مختلفة من الأسماك على مرءا من زوار المكان الذين اعتادوا على هذا العرض سنويا وهذا المشهد تكرر أيضا في العاصمة اليابانية توكيو حيث غطس سانتا كلوز داخل الأكواريوم ولكن هذه المرة حمل قالبا من الحلوى وتنقل بين الأسماك في محاولة للترفيه عن الأطفال الذين كانوا يتابعون العرض وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة تابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك ريديو صوت بيروت بيروت سيتي وإنستغرام SBI نيوز وبيروت سيتي وعلى تويتر صوت بيروت ويوتيوب SBI صوت بيروت انترناشنال كما تتابعونا أحدث الأخبار والتقارير على موقعنا صوت بيروت دات كم وتتابعونا أيضا في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم برنامج سؤال محرج مع الإعلامي طوني خليفي وترقبوا أيضا إعادة لهذه النشرة الإخبارية في تمام التاسع والنصف مساء عبر إذاعة صوت كل لبنان ميلاد مجيد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر